نموذج نسائي مصري ستاة مصرية حققت يعني إنجاز أول مصرية بتحققوه فحبينا نحتفل ونحتفي بيها النهاردة في تمانية الصبح بسيطنا النهاردة جمعت ما بين الدراسة خارجية كلية إعلام وكمان ما بين الرياضة والتفوق الرياضي هي لعبة لكرة الطائرة في نادي الأهلي المصري وكمان انضمت لبرنامج القادة في اللجنة الأولمبية الدولية وهي أول فتاة مصرية بتنضم لهذه اللجنة ده إنجاز في حد زيته لأنه معايير الاختيار للانضمام لهذه اللجنة تبقى معايير محددة وصعبة شوية طبعا التفوق ده والإنجاز ده مجاش بسهولة ومجاش من يوم وليلة لكن سبقوا خطوات كتيرة جدا تعب وأحلام وطموحات حققتها على أرض الواقع مجلسير في الرياضة وتفاصيل كتير جدا في هذه الرحلة اللي بنحتفل بتتواجها النهاردة ضفتنا الكريمة سارة مؤمن أول فتاة مصرية بتنضم لبرنامج القادة في اللجنة الأولمبية الدولية أهلا بك يا سارة صباح الفل وألف مبروك انضمامك لللجنة شكرا قبيل ربنا يخليك الله يبارك فيكي وانا بصد جدنا موجودة معكم النهاردة مبسوطين وأهلا بك يا سارة خلينا نبتدي وانعرف الناس برحلتك كبطلة من بطلات الكرة الطائرة في نادي الأهل أوكي زي بانتو قلتو أنا كنت بلعب بالفوليبول في نادي الأهلي مصري أنا فورمر أتليت أنا قريدي اللي هو أتزلت بقالي 3 سنين تقريبا رياضة عمتا في حياتي من صغري وأنا كنت بمارسها أهلي على طول كانوا يشجعوني إن أنا بقى البداية كانت سنة تقريبا تقريبا كان عندي 8-9 سنين بس هو ما كانتش أنا بدأتش بالفوليبول نبتت بسباحة تنس مارتشل أرس اللي هي الألعاب الكتالية وبعد كده استقريت على الكرة الطائرة بعدها آه أنت عدتي على كذا لعبة ونقيمتي بعد كده ودي اللي أنت كملت فيها مصبوط آه هي الفكرة كلها إن أنا كنت على طول بحب إن أنا أتفرج على ماتشوت على أوليمبيكس وعلى قنوات الرياضية وهكذا فبالصدفة مرة شفت جيم عجبني قوي كان ما بين برازيل وكوبا وبعد ما خلص الجيم في بوليبول رحت وقلت لولدي على طول أنا عايزة ألعب بوليبول أنا عايزة ألعب بوليبول أنا عايزة ألعبني قوي اللعبة حاسة أنه هو على طول الكرة بتفضل طايرة وعلى طول الناس بتحاول عليها بأقصى مجهود ممكن عشان يجبوها فأنا عايزة أجرب حاجة زي كده فبالفعل أهلي يدعموني جدا وقال لي أوكي يلا بينا نروح النادي بكرة ونشوف الموضوع ده فعلى طول رحت وقوي صراح يعني اللي اتفرج عليكي بجد مش محتاج يعرف الفلسيفي بتاعك فين انت خريط كلية إعلام لأنه الأتاتيود والأداء وطريقة الكلام بينا يعني بينا دي خريجة إعلام دي شكل موزيعة محتمل يا جماعة دراسة الإعلام فرقت كمان في اختيارك للكرير بتاعك أو في مستقبلك إزاي أنت بتحبي الإعلام وبتحبي الرياضة في نفس الوقت وجمعت فيما بينهم إزاي أوكي هي الفكرة زي ما أنت قلت فعلا أن أنا بحب الإعلام جدا من ونا صغيرة كنت على طول بحب أعمل انتروفيوز مع أهلي وعود أسجل لهم وقول لهم طب أنا أعمل معكم النهاردة حوار مهم جدا وأعود أعمل حاجة جدا نصي على المدين وقفة لا موزيعة جماعة بس فالفكرة كلها أن أنا كنت من صغري خالص وأنا قلت لأهلي أن أنا عايزة أبقى موزيعة أنا عايزة أدخل كلية الإعلام عشان هي كلية كمه بلس كمان أنا بحب الحتة اللي هو قاعدة تتكلم مع الناس واتعرف عليهم وهكذا والرياضة فكنت بحاول أشوف إزاي يقدر أمكسها بين أكتر حاكتين بحب موز في حياتي أيوة كلمين عن الميديا سبورت أو سبورت إكزاكلي عملتي ده الخالطة لي إزاي هيا الفكرة كلها أن أنا فعلا ما كنتش خالص يعني بفكر أن أنا أدمج السبورت والميديا مع بعض ولكن هي جد بعد ما أنا تقريبا عديت أول ثلاث سنين في الجامعة وابتدت الناس تريكوماند لي صارة أنت قريدي بتلعب برياضة وانت قريدي في إعلام طب فيه مجال جديد اسمه السبورت ميديا طب ليه ما تبدأيش تفكري فيه تدرسيه أكتر تعرفي عليه أكتر وتشتغلي فيه ففعلا بين هنا بتجد أن أنا شوية أبحث عن الموضوع وتتعرف أني فيه حاجة سبورت ميديا وأكتش لي سبورت ميديا هي جزء من السبورت مانجمنت فبتجدت أسرش أكتر أبحث أكتر في الموضوع لحد ما عرفت أني مجال الرياضة عامة مجال واسع جدا عملت دبلوما في ألمانيا عشان تتعمقي أكتر وبعدين حضرتي الماجستير مزبوط الفكرة كلها برضو أني دبلوما في تاعة ألمانيا لما أنا تعمقت أكتر في مجال السبورت ميديا بتيتعرف أني فيه حاجة زي ما أنا قلت اسمها السبورت مانجمنت فقعدت أسرش شوية عرفت أني فيه برنامج محترم جدا في جامعة لايفزيك الألمانية في مدينة لايفزيك أشرحنا هو عبارة عن إيه لأن أنا في ناس كثير يتكلموا أو حتى ما تقولي اللي هو سبورت ميديا هيقولك يعني واحدة مزيعة بس بتقدم برنامج رياضي ده الترجمة عندنا صحي جدا ده ده قسم من أقسم السبورت ميديا ولكن أنت برضو عندك الصحافة الرياضية عندك الإزاعة الرياضية هي يعني متأسمة جدا فلس كمان أن فيه ميديا بتبقى جوة البطولات نفسها فده برضو جوز إيمانها بس هي الفكرة كلها أن أنا عجبني جدا حتة السبورت ميديا اللي منها جزء السبورت ميديا فبتلت أتوسع فيه مصبوط فعرفت ساعتها موضوع ألمانيا وبتلت أن أنا أروح للحتة بتاعت أن أنا أدرس وأعرف أكتر وبقى وير أكتر بإيه هو السبورت ميديا فبالتالي رحت درست سبورت ميديا في ألمانيا تنظيم بقى الأحداث الرياضية البطولات كل الأنشطة وبعدين عملتي الماجستير بتاعك في كوريا صحيح كوريا الجنوبية الخطوة اللي كانت مؤهلة لكي لانضمامك لللجنة أو البرنامج القادة في اللجنة الأولمبية الدولية أنت قلتين فيه معايير صعبة للاختيار مظبوط كانت إيه بقى الخطوة لأهلتك فعلا للانضمام لها بصي هو أنا مش قادر أقول أن هي خطوة واحدة هي لأهلتني دا ولكن هي بروسز على مدار السنين كنت بجهز لها علشان أقدر أوصل لحاجة زي كده هي الفكرة أنا طرى عملي كانت بقى لعيبة أولمبية بس ما قدرتش حقق دا فبالتالي كان نفسي أن أنا بدل ما أنا أوكي ما قدرتش بقى لعيبة أولمبية فليه لأ ما بقاش ممبر في اللجنة أولمبية الدولية مميزة في العالم تقدر يدي تحسني بها حياة ناس كثيرة محتاجة أنها تتحسن فأنا طبعا أنا أصلا أنتوا جدا الحيطة برضو اللي اسمها Sports for Development الرياضة من أجل التطوير وده جزء من Sports Management فكنت أحبة جدا أن أنا أعمل حاجة من خلال حاجة اللي أنا بحبها أقدر أفيد بيها الناس اللي حوالي فبالتالي دا كان حاجة من الحاجات اللي أنا شغوفة بيها في الرياضة فبالتالي وهم بياملك فالفترة اللي أنت قدتها في الاتحاد الأفريكي وكانت برضو نقدر أنها خطوة هامة أنت تقدر تدخلي في اللجنة اللي أكيد طبعا من الكلام كل خطوة أنا عدت بيها في حياتي سواء الدروسة سواء الشغل في الاتحاد الأفريكي للكرة طايرة سواء مثلا وضوك لعبة تكتشف خبرة بقى على الأرض الواقع التنظيم مزبوط كل دا بيأهل يعني في الأول أنت كل حاجة بتأهلك علشان تأخذ الخطوة الكبيرة بتأهلك عشان تبقي مثلا بورت من اللجنة الأولمبية الدولية فبالتالي أنا بعتبر أن كل خطوة أنا عدت بيها هي كانت خطوة لقدام طب من أول من ضميتي للجنة وده كان مرحلة وخطوة فريقة في حياتك طبعا مزبوط بقالك دلوقتي دي أول سنة ليكي مزبوط أعملتي إيه غيرتي في إيه نفسك تغياري إيه كمان في المجتمع الرياضي المصري هي الفكرة كلها برضو أن اللجنة الأولمبية الدولية اللي هو برنامج القادة الشباب هو بيختار 25 شاب ويرلد وايد من حول العالم من بلدان مختلفة كل واحد بيبقى عنده شغف بحاجة معينة أو ليه فكرة معينة عايز تطبقها في مجتمع عشان يفيد مجتمعه بيها من خلال الرياضة فأنا فعلا كان في عندي فكرة كده متواضعة جدا أنه كنت عايزة حقها وبالتالي دي كانت برضو من الحاجات اللي قدت لنا ينفع تقولي هلنا؟ طبعا مفيش مشكلة طبعا مفيش مشكلة تماما بس هي الفكرة أن أنا بقلي فترة طويلة أن أنا انتو الحتة بتاعة اللاجئين فطبعا في دلوقتي يعني زي ما نقول أني توجه كبير جدا لدعم اللاجئين في العالم كله وكمان اللجنة الأولمبية الدولية عندها برامج مخصصة للاجئين فكل فكرة أن أنا كنت عايزة أستخدم الحاجة اللي بحبها الرياضة في أن أنا إزاي أقدر أفيد الناس اللاجئين اللي موجودين في مصر عشان يعني خليهم أن هم يتمكنوا وأن هم يأوفركم كل حاجة هم عدوا بيها خلال الفترة الفاتد من حروب وتغيير مكان وأن هم يعيشوا في بلدين مختلفة عن بلدهم وهكذا فهي دي بس الفكرة أن أنا قدمت بيها وأن أنا كنت متحمسة جدا وأنا بتكلم عليها كأنها عارفة يعني اللي هو طفلي صغير الحماس وصلوا فكرة وصلت أهو وعايز أقول أنا كمشاهد بقى دلوقتي قدر أقولك أن أن أنت ممتعة يعني فعلا على الشاشة أعتقد أن برضو أستاذ مشاهدين حيبوا عندهم رأيك كده فده مكانك فأرجوك يعني خدي مكانك قريب جدا شكرا لوجودك معينا سارة مؤمن أو المصرية أو كيادة شابة في برنامج اللجنة الأنوبية شكرا شرفتين وقفتين وقفتين وقامتعتي شكرا لوجودك شكرا لوجودك حلا لنخرج الفاصل ونرجع كامل مع حضرات شكرا لوجودك